السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم معنا خطيف هذا فيديو الجديد حول المنتخب الوطني المغربي ولقاء الزامبيا اللي قد تعتبرون أصعب اللقاءة دي المجموعة للمنتخب الوطني المغربي لقاء الزامبيا لقاء صعيب صعيب جدا صراحة في تصفية دي الكأس العالم لقاء كان حسبونا لقاء العامة لقاء بطبيعة الحال لقاء المنافسين على هذه الورقة هذي اللي قد تصفينا إلى الدور إلى المونديال بطبيعة الحال المنتخب الوطني كان عارفه وتأهل أول مرة في مونديال 1970 في ميكسيك وثاني مرة 1908 في ميكسيك ثالث مرة 1994 في أمريكا رابع مرة 1998 في فرنسا خامس مرة في 2018 في روسيا والسادس مرة في 2022 في قطار السادس المرة تحاولون تأهله سبعة المرة السابعة لأن كأس العالمي تنظمنا نحن نشاهد حالما مرة تنظف ثلاثين في أوروغواي 34 في إيطاليا 38 في فرنسا 50 في البرازيل 54 في سويسرا 58 في السويد 62 في الشيلي 66 في إنجلاتيرا 70 في الميكسيك 74 في ألمانيا هذه النسخة العاشرة عبدوا تشكيلة دينا ونكملوا ياسيبونو حزل إلى السعودي 78 في الأرجنتين 82 في إسبانيا 86 في الميكسيك 90 في إيطاليا 94 في أمريكا 98 في فرنسا 2000 يجوجب كوريا الجنوبية واليابان هذه المرة الوحيلة تنظم في دولتين حتى الآن 2006 ألمانيا 2010 في جنوب إفراغية 2014 نسخة العشرين في البرازيل 21 في روسيا 2018 في روسيا 22 في 2022 في قطر إذا 22 مرة تأهلنا من نحن السادي المرات فقط 16 مرة ما تأهلناش بتاتل إن أخذ دفاع من غالب سيئة لعب الشبب السعودي وهو عميد المنتخب الوطني المغربي بدون أي نقطة شك ساوى لاعب سراحة من لاعب المنتخب الوطني المنتخب الوطني عميد عن الصح سراحة لاعب كبير لاعب المستوى الكبير وغالم سيئة لاعب المستوى الكبير سراحة غالم سيئة هناك قلب الدفاع الآخر نايف أكريد لاعب وسط هامل إنزليزي من خيرت اللاعبين حتى هو 27 سنة لاعب كبير صراحة نايف أكريد تسكوين ديالو مغربي في حالو في حاليا سينبونو حتى هو قوة كبيرة صراحة نايف أكريد من خيرت اللاعبين اللي عند المنتخب الوطني المغربي اللاعب لك يلعب كقلب دفاع لاعب كبير لاعب في المستوى صراحة نايف أكريد صراحة في الوساوة الكبير وهناك الظاهر الظاهر الأيمن بطبيعة الحال ناصر المصراوي بايير ميونيخ الألماني من اللاعبين الأكفاء داخل المنطقة الوطني بعدة مراكز الظاهر الأيمن و الظاهر الأيصار لاعب ارتكاز جربو الكوتش الطبيعة الحال مقابلات بورقي نفسو جربو كلاعب ارتكاز اعتقد عطاء كبير ناصر المصراوي كواهر أمراكس ناصر المصراوي هنا أعتقد عطاء كبير ايوب العمراوي لاعب نيس الفرنسي لتعب 19 أنوان من اللاعب الكبر لاعب كبير من اللاعب الكبر في المنطقة من اللاعب نيس الفرنسي الكبير حسن ايوب العمراوي لاعب نيس الفرنسي اللاعب لديه تكوين فرنسي 19 عام اللاعب الأكفاء داخل المنظومة المغربية وداخل الوزاقة المغربية كبير حسن هناك خط وسط الميدان سوفيان امرا بتلاعب منشتر يونيتد تكوين هولندي من خيارات اللاعبين اللاعبين لديه النقبة الوطنية لاعب كبير سوفيان امرا بتلاعب 27 عام لاعب جميل جدا لاعب روخيتانية كبيرة كبيرة بزفد اللاعب سوفيان امرافض اللاعب اللاعب تكوين هولندي والدوري الهولندي والدوري الإيطالي كندن دور هولندي والدوري الهولندي تحول الى منشتر يونيتد بعشرة دمين الاورو كموعال مزيانة هناك اللاعب بنيامين بوشواري لاعب سنتيتي الفرنسي اللاعب كالنفترجة الثانية لاعب كفاءة كبيرة ممكن يكون مع المنتخب الأولمبي صراحة لاعب اللاعب اللاعب في لائحة مارس وفي لائحة شوتنبير سأقدر الحالة لا دخلوا개를 بالطول متر وخمسة وستين لاعب اللاعب لأنه حد طول فارع كاختة وسط ميدان لاعب الاسسسوس والثمينية لاعب اللاعب اللاعب التي يعتبره بل شيء بكل القوى هناك سليم املاح اللاعب بالينسيا إسباني بلد الوالد هناك كذلك اللاعب اسماعيل السيباري اللاعب اللي يلعب في اندهوبن الهولندي من اللاعب الجيدين اللاعب الجيدين اسماعيل السيباري من اللاعب اللي كانت عنده عشرين عام اللاعب الجيد صراحة لاعب كبير في المستوى صراحة ليسمعين السيباري للكولتر الرقائينا داله هذا المرة الاولى وكان واحد انه بقل قطعنا فاقم التداريب بطبيعة الحال هناك سوفيان بوفال لاعب الرايان القطري لاعب اللي اختار انه مشي البطولة القطرية بطبيعة الحال لاعب كنت اعتبر حتى هو من اللاعبين الجيدين ديال المنتخب الوطني المغربي لاعب سوفيان بوفالي والاساسية حتى هو لا تناقش عنده في المنتخب الوطني المغربي الريان القطري مثل الاعب كبير فالاعم نائب الكبار وسوفيان بوفل من خيرة اللاعبين المتخب الوطني وعند المنخب الوطني المغربي يومك فالاعم كبير لمستوى الكبير هناك أيوب الكعبي كرأس حرب الطبعة هذه الحال الكبار من البنت الوطني عريبي لعب في المستوى الكبير صراحة أيوب الكعبي لعب صراحة اللي هو مزيان اللعب الآن في أولمبياكوس اليوناني عاد أنه يمشي البطولة اليونانية بطبيعة الحال إذا هذه الشكلة اللي قرشوفها الميتارية ضد منطقة بزامبيا آلان تعرفوا لخمسة لاعبين اللي ممكن يدخلوا في هذا المواجهة دي الزامبيا بطبيعة الحال اللي مواجهة لا يستهانوا بي مواجهة كبيرة بطبيعة الحال الكرة المغربية مع الكرة الزامبيا بطبيعة الحالة وبشادي رياض لعب الريال بيتز الإسباني 19 عام فقط لعب جيد من اللعب الجيدين دي النخبة ممكن يكون في مستقبل القريب لعب الريال بيتز تحسبت لنا اللي قد العمل اللي فاز مع فاريخ البرلوغران وفاريخ بارشان وطبيعة الحالة لمناسبة البارسا كنت نتصدروا اليوم المقابلة قوية مع فاريخ الاشبيد يبتدأ من الثامنة مساء لقاء كبير بالبارسا واشبيد يام اللقاءات الكبيرة الكبيرة بزاف صراحة لقاء عملاق صراحة لاعب رقم جوج اللي ممكن يكون الحسياته ممكن يدخل لعب الفيحة السعودي عبد الحميد الصابري اللي كي يبقى خيمة كبيرة في المنتخب الواطني صراحة خاصة في المنزيل القاتر صراحة نبان على إمكانيات كبيرة وكبيرة بزاف للتحيان عبد الحميد الصابري من خيرة اللاعب اللي عند المنتخب الواطني المغربي لعب بيدي وعبмотри من اللاعب النجح اللي عندنا المغربي اللي هو عبد الحاميد الصابري من خيرة اللاعبين الليع عند المنصخة الوطن المغربي لاعب بقوة كبيرة لاعب في المستوى بشو عند لعب رقم ثلاثة ايمان الحسوني بطبيعة الحالي فارق معيد القطاري لاعب اللي لعب بصاف دي الوقت فارق الويضت الفيضاوي بطبيعة الحال والآنك اللعب معيد القطاري القرانقي واش عين تسابهلو اولا هذا السؤال يطرح الاجابة ديالو عالجين معمره للايام معمره للوقت سوف نرى بطبيعة حالة أيميل حسوني يستدعي الكتر الجراجي ولكن نتمنى أن هذا اللاعب بطبيعة حالة من المنتخب الوطني المغربي لأنه لعب صراحة عنده قوة جارفة أيميل حسوني لعب كبير صراحة هناك لعب أمين عدلي أمين عدلي لعب كبير حتى هو صراحة شاهدنا في اللقاء بوركي نفاصوم المقابلة كبيرة من المنتخب الوطني المغربي لاعب بقوة كبيرة صراحة لاعب في المستوى الكبير وهو أمين عدلي بطبيعة الحال لاعب في المستوى عنده 23 سنة عنده همش كبير ديال التطور اللي هو اللاعب أمين عدلي في المقابلة الأولى عمل أصيس نعاز الدين وناحي في الداخل 36 وناحي شجر الهدف الأول ديال منتخب الوطني المغربي هناك اللاعب الآخر يوسف النصيري لاعب إيش بيليا الإسباني من اللاعب الأكفاء داخل المنتخب الوطني المغربي آخر هدف ضنصيري مع المنتخب الوطني كان أعتقد هو هدف أمام المنتخب البرتوغي ليعلى ما أعتقد فروب عن نهاية كأس العالم هذا هو الأول هدف الآخر مع المنتخب لأنه لم يشجل أيضا مع فراز عصلا كاملني لم يشجل أيضا مع كرواطية لم يشجل ومع البرازيل شجل بوفال وشجل الصابيري مع البيرو لمشجل أفريقيا جيش إذا لم يكن أدر شجل بطبيعة الحال شكرا للمتابعة لكم وإلى اللقاء